شكرا لحياتي شكرا لحمود نبدأ عباس دكتور لورانس عشاقة انت تقرأ الشخصيات صحيح ما هي قراءة شخصيات هي مثل ما قلنا بالحلقة السابقة انو كل فكرة بتنزل براس الانسان بتعمل we are بة بتحسيم وهيدة الشيء بنا نكون سريعين انو نقدر نلطى ونكوِّن بواسطة التحلط تفكير النقدي وبواسطة المورقية نقدر نصور صورة عن شخصا ما هي سارة سارة بتتردد كتير ابل ما تيخد اي قرار وكيف عارفني بتتحلي قلبي ايه صحيح سارة ما عم بتدور اكتر ما على هالشعور بالامن بعد ما حسته ولا بمطرح اوكي سارة بس تزعل بيخد عخطرة كتير حساسة اكتر من اللازم هيدا الشي بيخليها تزعل وتزعل بيخد عخطرة كتير معنا مش لازم تكون هيك لازم تتعلم فنة لانو اذا بدك تقفى عكل محطة بالحياة تنهاري مصبوط شو بعت فيها مصاعدة بتخاف من الغلط سارة بتخاف كتير من الغلط معنو مش لازم تكون هيك لازم تفكر انو كلنا منغلط وين العيب لانو اذا ما غلطنا ما بنعرف حيسية الشاي ما احنا ما خلقنا لنكون بيرفكت جل من لا يخطئ بالعواطف كيف بتخاف تقرب بتخاف من العائبة بس هيدا ما بيمنع انها تفوت بعلاقات كتيره هالشي بيخليها تتعرف على جنس الخاء الاخر بطريقة افضل لانو كلنا ولا نزلنا قول انو اذا ما تعرفتي على كذا شخص ما حتقدر تختاري ما هو مناسب لك بديك تدوري على الشي اللي بناسب منظومتك بالحياة وقالا النتائج هتكون متداعية لدرجة كيف بتعرفي كل قطينو على سارة من حركاتها حركاتها او طريقة تفكيرات طلعي فيها هلا هي فاتت بحالة قلقة هلا؟ ايه فاتت بحلقة وعلى فكرة سارة حدا كتير صبور صبورة لأبعد الحدود بتقدر تتحمل ضغط كتير كبير وعطول بتنفسه هيدا الضغط بالبكة مزبوط مزبوط احمرت بس مزبوط يعنا بعرف سارة زميلتنا بلا ما تكتفي ادك خاص ما بقحكي ما تخافي ما هو لو عيك تلقائيا دفعك تعملي هيك لما تكتفي ديعة مينسة عم تتخفى اليوم اذا قلت حضرت هيك انه اذا اجا شخص مدمر اذا كان طلع بطريقه بحاول اقل له شو شخصيته بحاول اقل له نقاط الضعف ونقاط القوة هي كأنها بتمشي اللوعي تبقولنا على السرية بالحياة سا عبدالله السرية هيدا لما بتكشفيها شو بقى تخافي ما بقى تخافي من الشي ما هيدا بيولدلك سئة بالنفس يعني انا عم ساعدك انا اخدت من السايكولوجي الجهة الايجابية واخدت من البراسايكولوجي ان يقدر حسن زيتي جواتي ما تنسي انه لوعيك مثل البحر بديك تمشي تشتغلي عليبسي لانه بقلب البحر بتغوصي وبتغرق ايه انا ما بدي اغرق انا بدي استعين باليبسي براسي بدماغي لقدر غوص ببحر لوعيه ما تنسي انه قوة اللواعي هي قوة دافعة بتوديني عج اندم وممكن اطلعني على السماء مين بيعرف عبدالله بعلبكي عبدالله بعلبكي ليه ما ينداعشي ما سوي وقف هيكي بدي ما ينداعشي انا تركته حتى يد حدق بعطوية عبدالله كتير اذا حدق ازاي ما بينسى ما فيه ينسى ابدا ولو بعد ميت سنة ما فيه ينسى انا على فكرة ما بعرف عنه كتير على فكرة كتير نيقى على الاشياء بده الاشياء كتير مظبوطة بشكل مش طبيعته يقدر يشتغله بالنص هيك اسم الله علي بس بده يحكي بيقدر يمشي بديوانية كتير كبيرة صحيح عبدالله ما بيحكي كتير بس عبدالله اوقات بيرمي كلمة واحدة بتيجي انطار جبل بيحكي كلمة واحدة بس كلمة مفيدة وبيقلك انه هو متفهم معك ومتواصل لكن عبدالله ما بيعمل الا اللي هو مقتنافي خالق قليه جواد زيته بيزيلك وبيضل يحورك تا يصل للي his way or the highway بس بديبلوماتيك وي واللي ما بيعرفه بيشغله هايدي الشخصية هو مبين لك هيك بيبين الاقرع واوقات في ناس بتضحك او بتتمسخر بيمرق لهالاشياء هو بس قلبيا بيكون هو خلق دفاعية لاله لانه استعمالك سلة متصلح حوله ووصل لهون اي انا عنده القليل اذا بيتذكر هو عبدالله كيف كان ما بيشبهه لعبدالله اللي كان من قبل اشتغل كتير على حاله والله عم بتعرف عليكن محمود تعيش شوي لوين معلي السكا عمي العملية محمود الخطيب يلا بيتذكر انا زبت حالي قبل تتيني ادى لك زبت حالي ليش همك كتير امر العالم فيك بهمك الناس شو بتقول عنك شغلي كتير بتهمك بس يا حبيب قلبي بتطلع مليون الف مرة بالامريق قبل ما تطلع من البيت يا ريتك بتستعمل لامريقة تحكي مع حالك وتواجه الواقع اللي انت فيه على انه تترك اثر يعني انا اوقات كتيري بنبسط بهدول العالم اللي بيبقوا يقضوا وقت طويل يهتموا بحالهم كرميلي يأثروا بناس هني ما بيحبوهن فعليا ليه؟ اه كتير اه عالمصره كلشي بدك ايه او اه وعندك تيست اه بترسم؟ اه اكي اه اه عبدالله انت اكروفوب بتخاف محمود رسملي وشي مثلا محمود انت اكروفوب بتخاف من العلوة كتير ما فيك تطلع بمطارح كتير 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 عالية تنزل نزول شغلي كتير بتضعجك حقا؟ اي ليه؟ لقلك ليش؟ لانه لما قرب لحد حضرتك لحد الكرسي لزق بالكرسي لو كان انه هو مش قادر كان مد اجره على الميلي التاني يعني انت درس كتير بادي لينجوش صحيح صحيح لكن حضرتك شو مجازفة طلع بايدك اديت بعدة براد الكرسي انت ما انتبه تيله انت انت انسانة مجازفة ومخاطرة من الطراز الاول لو كنتي مش مخاطرة كنتي حطيتي ايديكي هيك بها الطريق او تلقي انو ما حصيتي انو ايديكي محطوطين هيك لا ايديكي احيانا بكبهم بره احنا عم نحكي عن الاكواح لما تسندي كوعك محطوطين بهات جاهت باهم لا محطوط اوقات كتير مفيه يواجه باس اوقات بتسكر معه الخبرية بيكبهم كلهم ندلق وحدة وبيهرم ياي شو ما نزبوط ما نزبوط كتير أنا دكتور أبي سمنوا ما بدوا شو هالروح الثورية اللي عندك من أنت وصغيرة حتى من الوقت ما كنت برحم أمك ثورجية يا صحيح لكن الحلو بموضوعك قدرت أنك تدعسي على كل شي مرأ بحياتك وتستمر أوقات كتيرة بطريق الصعود من لقي مليون ألف عقبي شائكة بطريقنا لكن أنت دعستي على كل ومشيتي حتى بالأحرى خلقت شخصية مع أنه شخصية ما بتتغير أنت أوقات كتيرة بتشتائل نضال للقديمة نضال هيدا الطيبة لكن الشخصية ما بتتغير ستنضال شخصية هي زيتها شخصية متل قصة اللمبة بتفوتي بتضوى الضو بتقشعب عينك بسطة في الضو بتقشعب حواسك الثانية لكن مع الوقت وبما أننا نحنا مخلوقات عادة بنصير ناخد العادة وبيصير هالشي نمط بحياتنا يعني نحنا عايشين بأنماط اليوم أخدت نضال نمط ما لغيتها لهيديك الشخصية خبتها خبتها من الهجومات اللي وصلتها للحديد ورجعت رفعت وطلعت بشخصية جديدة شخصية كانت مستعدة إنها تواجه أي شي لتحمي هايديك النضالة الصغيرة اللي كانت طلعت طلعت طلعتها ولكن صدمت بالردات الفعلة اللي تلقتها شو السلبيات اللي عندي شو الضعف نقاط الضعف قولي قولي بدي قول بيفكروا لكل إنهم هني بيفاموك بيعرفوا كيف لكن للأسف خلقة منطقة حواليك ما حدا بيقدر يقولش فيها إلا أنت وربنا عيرف فيها بس لا أحد ثم لا أحد دخلك لا يا عملي هايك أنا يمكن يمكن هيدا الخوف الدفيني اللي كان عندك من قبل وحربتي وصرعتي لازيل حد اليوم خليك تخلقي على طول زون دفاعية وعلى فكرة ستنضال أنت ما بتساقي بحدا يا مابوسة بحدا ليه بس بتعطي تشانس تانية بس من أول مرة بتكون يا عملي دليت هيدا تشانس تانية صار مع الشخصية التانية هلا إليلي كيف بتقري الشخصية من الحركة التابعة لحضرتك حركة جسميك قاعدتك مثلا هلا عينيك يضوء أكتر صرت عم تسمعي أكتر معتي عم تفكري بالأسئلة اللي بديك تسأليني يا حضرتك لأني كفت على الواجع وذكرتي ملعب فكر كيف لك بعدين بكل حياتك كنت تحبي تكوني ما بتشبهي حدا كان بديك تطلعي هايدي الإنساني اللي جواتي إذا بديك كنت ما عم فكر كون متل حدا بالضبط هيك بالضبط أنا هلا عندبهت بعدين دبهت أنه دايما لأنه بيسألوني من قدوتك مين كنت بتحب تكوني وانا شو هالسؤال اليوم أنا فتحت لك أفكاريك فتحتيلي لوعيك إذا بتطلع بعينيكي بكون رجعتك لمرحلة بحياتك قلبتك فوقيني تحتاني من هونيكي حصلت تغيير وقفتع جريكي أنت بتقدر تشتغلي هيدا الشغل أكيد أنت عم تعطيني يونه هلأ بحركاتك طلعي إيديكي طريقة تفكيرك عم بقدر أصلى ما بدي ألا سرعة بديهة تفكير نقدي للأسف بزع الأوقات كتير بس يقولوا للي عاملين أداب أداب عربي أداب إنجليزي أداب فرنسي شو هيدا الإختصاص طبعولهم منا ستام ميجرز هيدول العالم بحللوا عندهم نقد أدبي عندهم فكر مورائي يقدر يخليهم يتفعلوا مع أي موقف بينمشتوا فيه سلمت بميك شرفت معرفتك شرفت معرفتك الله رات شكرا شكرا ومشكل مشاهدين والصبايا والشغل